كما قال بعض السلف كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بذات العمل كتبوها دي حلوة كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بذات العمل يعني نطلع من فكرة أننا باهتم بأشكال الأعمال بس أننا صلينا كام ركعة قرأت كام جزء احنا صلينا تهجد في رمضان ختمنا في رمضان صلينا بتالت جزء في التهجد صلينا بجزء في التهجد وزعنا ألف شنطة في رمضان عملنا دخلنا ألف أسرة يتيمة مئة أسرة يتيمة صلينا حضار شركعة بالليل يعني اه بعدين اعداد 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 لكن صليت ازاي بقى قرأت الجزء ده ازاي او الجزءين دولة ازاي حال قلبك ايه وانت بتطلع الصدقة مش مهم مهم ان احنا عملنا الاعداد الاعداد احنا عايزين نطلع بدرس جديد مش هقول المتهمة مش مهم الاعداد مش يعمل الاعداد زي ما انت عايز بس انا عايز دلوقت اتعلم انا دلوقتي بموت بقول يا رب بامر يا رب اقبال عملي فانا عايز من من الان ان انا يكون اهتمامي من قبل ما يميجي شعبان الجاي أنا من دلوقتي عشان شعباني الجاي المهمة أسهل شوي علي أنا من دلوقتي بقول يا رب أنا أهتم بقبول العمل أكثر من اهتمامي بالعمل ذلك فضالة ابن عبيد يقول كلمة جميلة أوي يقول لأن أكون أعلم أن الله قبل مني مثقال حب من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها تاني لأن أكون أعلم أن الله قبل مني مثقال حب من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها قال لأن الله يقول في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين لأن الله يقول في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين إبقى لو أبل مني إبقى دليل أن أنا تقي فلو أنا كده تقي أنا دي أسعد حاجة أكيد حرفها في الدنيا ذلك أحد السلف يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتمنيت أن أموت بس محدش بيعلم محدش بيعلم بس نقول في الدرس الجاي العلامات دي لأن أكون قال لئين علمت أن الله قبل مني سجدة لتمنيت الموت لتمنيت الموت ولما تشوف اهتمام الأنبياء نفسهم واهتمام السلف بقضية القبول تحس أن أنت مأثر جدا يعني تعالى كده نشوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول إيه اللهم إني أسألك ها أقوله معي اللهم إني أسألك علما نافعا صح ورزقا طيبا وعملا إيه وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فهي مسألة مش فكرة عملا كثيرا إنما عملا متقبلا يعني أنا سجد سجدة ربنا يقبلها أحسن ما صلي 11 راكع ربنا ما يقبلهمش ماذا كده تسمع كده النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول إيه وهو بيقول اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدر لكن قال في الأول إيه اللهم تقبل توبتي فهي القضية مش ناتوبت القضية إن ربنا يقبل التوبة ديت تمام ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوب الرحيم اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي واغسل حجتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدر عجيب عمرك وانت كلنا أكيد سجدنا سجدات تلاوة بنعدي على سجد التلاوة بنسجد اللي حافظ فينا الدعاء ما خدتش بالك وانت بتقول في الدعاء يعني أنا حقول لك الدعاء هتحسن أنت أول مرة في حياتك تسمعه وعمرك مركزت في الكلمة دية رغم أن أنت سجدت سجدات تلاوة كتير وقلت الدعاء ده كتير يعني هنسجد تلاوة بنقول ليه نقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره صح؟ وشق سمعه وبصره يحاوليه وقوتي اللهم اكتب لي لي بها عندك أجر واجعلها لي واجعلها لي عندك زخرة وإيه ها مين يكتب لنا اللهم اكتب لي بها عندك أجر واجعلها لي عندك زخرة بنقول لي بعديها كأنك أول مرة تسمعها كأنك أول مرة تقولها كأنك أول مرة تشوف الدعاء دوت وبنقول لي بعديها واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود يا سلام أنا كأني أول مرة أولاد وعادة وكأني الأول مرة وأنا بسجد التلاوة أخد بالي من نقطة دي النبي عليه الصلاة والسلام بيسجد التلاوة يعني في العادة بيسجدها لوحده في العادة دي مش مظنة الرياء في العادة دي بعيدة عن أي حاجة واحد بيارى قرآن لوحده وسجد تلاوة ما فيش رياء هنا ما فيش حاجة من قاعد لوحده كل اللي شغله تقبلها مني وكمان دا سيدنا يا داود كانت شغلها برضه كانت شغلها الموضوع دا كانت شغله كما تقبلتها من عبدك داود كما قال تعالى خرر كعن وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مقاب زي ما داود كده سجد فقبلت منه يا رب اقبل مني اقبل مني زي ما قبلت منه تلحباتي يا طارق حباتي يعني ايه يعني ذنبي ولما تشوف قول سليمان عليه السلام هو بيقول فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه ويدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الفكرة أن أعمل صالحا وترضاه يعني تقبله قضية خطيرة عند الأنبياء وقبول العمل يؤثر تأثير غير عادي يعني لو ربنا أبل منك عمل بيبركلك فيه تاني لو ربنا أبل منك عمل يبركلك فيه وممكن البركة دي تمتد عشرات السنين بسبب عمل واحد ربنا أبله منك وكان أبوهما صالحا ربنا حافظ الزرية بصلاح الوالد اللي أبل منه لكن خد دي أخطر دي أخطر أم مريم عليه السلام اللي امرأة عمران قالت حاجة عجيبة جدا اعتبرت أن من أعمالها الصالحة اللي هي مستنيها اللي بطنها دوت شايفا اللي بطنها دوت هو أحد الأعمال الصالحة اللي هي بتدخرها عند الله سبحانه وتعالى تمام إذ قالت امرأة عمران بص العمل الصالح إزاي ربي إني نزرت 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 لك ما في بطني محررا يعني نزرت لخدمة الدين ولخدمة بيت المقدس نزرت لك ما في بطني محررا ثم قالت مش قلتش بس فنزرت ما في بطني فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر وكالأنثى فقالت يعني على الله يعني خلاص هي جات أنثى وأنا نيتي إن دي حاجة ربنا ينفع بها ويا ما تعرفش أي شيء ستكون مريم وما تعرفش مريم ستنجب مين بعد كده لكن هي قالت يا ربي بقبل وخلاص فلما ربنا أبل بارك تاني لما ربنا أبل بارك في العمل فصار العمل أعظم عمل يعني ما كانش تتخيل أبدا في حياتها إنه ممكن يرزقها قالت ممكن تطلع بنت صالحة ماشي أقصى حاجة يعني تخدم بيت المقدس مثلا وتقبل ماشي لكن تكون يعني من أعلى أولياء الله على الإطلاق بل هناك خلاف في نبوة مريم البعض بيقول نبي والبعض بيقول من سادات الأولياء والراجح الثاني يعني إنها مش نبي أنا فيش من الأنبياء نساء لكن يكون كمان حفيدها من نبي مش نبي لا رسول لا مش رسول لا من قولي العزم من الرسل من أفضل خمسة خلقهم الله سبحانه وتعالى محمد إبراهيم موسى عيسى ونوح خمسة من قولي العزم من الرسل يبقى ما حفيدي واحد من قولي العزم من الرسل ليه ليه أنا عملت كل ده يا رب كل ده كل ده لي أنا تبقى بنتي مريم وحفيدي عيسى عشان قلت بس تقبل مني يعني رب لو أنت قبلت مني عمل ممكن ألاقي البركة في حياتي البركة لها في ولادي البركة لها في أحفادي في أحفادي ها وأحفاد أحفادك كمان كما قال بعض السلف إن الله إذا يعني قبل عملا باركة ولو في الولد السابع تمام ف فتلاقي تلاقي البركة تمتد سبحان الله يعني لغاية درجة الحفيض يعني هي دلوقتي بتقول فتقبل مني ربنا قال فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكارية وبعد كده مريم لما قبلت جي بقى كل الخير اللي بعد كده وأنجبت عيسى عليه السلام عبد مرضي والقصة اللي اللي انتوا عارفين دي كلها بس تخيل انت ان احنا نقدر نقول ان قصة عيسى عليه السلام من اسبابها دعوة جدته دعوة جدته صح؟ جدته كان بتدعي ان ربنا يقبل بنتها فكان عيسى عليه السلام زي ما اخونا بيقول لنا قصة ايه؟ قصة ابراهيم عليه السلام بيبني كعبة في مكان محدش حاسس به محدش شايفه مفيش حد أصلا مطلع عليك انت عاد في صحرة وبتبني بيت يعني فيش رياء يعني يذكر لكن كل اللي شغله ويزارفه ابراهيم والقواعد والبيت اسمعيل ربنا تقبل منا انك انت اسمع عليك طب ربنا قبل الواحد يستغرب والله ده حد الواحد بيطلع عمرة عمرة بس بيرجع شايف نفسه يعني من الصحابة لو طلع عمرة بيرجع شايف نفسه من الصحابة ولو طلع حجة طبعا ايه يعني مش خلاص يعني لو مقلت ليش عم الحج ممكن عمرك فطب يعني احنا بنبقى راجعين مغسلين وضمنين جنة وهو اللي بنى الكعبة نفسه كان خايف عمله ما يتقبلش اللي بنى الكعبة نفسه اللي هو كل ده من زين حسناته كان خايف ان عمله ما يتقبلش وإحنا بنرجع من العمرة خلاص احنا كده ايه عجلنا على طول حاجة عجيبة والله عشان نعرف فرق بيننا وبينهم هو بيقول هو بيبني الكعبة ربنا تقبل مننا انك انت سمع عليك طب ربنا قبل منه شوف البركة البركة ان هذه الكعبة من يومها الى 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 خلاص الى غاية ما تتهدم في اخر في اخر الزمان تمام سبحان الله يعني واأم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجن عميق احنا عندنا القبول ده مسألة خطيرة جدا خلينا اقول لكم اخر حاجة النهاردة عشان نطولش عليكم احنا عندنا وعن كامل مرة الجاية عشان موضوع ده رهيب جدا عندنا القبول على دركتين عندنا القبول على دركتين درجة الاولى ان ربنا يقبل العمل نفسه درجة التانية ان ربنا يقبل العامل نفسه تاني درجة الاولى ان ربنا يقبل منك العمل ممكن يقبل عمل والعمل التاني ما يقبلوش ممكن في النهاية عملك اللي ما تقبلتش اكتر من اللي تقبلت دي بقى انت ايه بين بين كده مش عارف اخرتها ايه درجة الاعلى ان ربنا اقبالك انت نفسك يعني ايه اقبالك انت نفسك يعني انت خلاص بقيت عبد بالنسبة ربنا عبد مقبول خلاص خلاص يعني انتهى الكلام اتكتبت عند ربنا انك انت عبد مرضي مقبول انت نفسك بغض النظر بقى عن اي حاجة تحصل بعد كده وعادة العبد المقبول سيكون موفق الى ان يلقى الله اضرب لكم مثال ما بين الفارق بين قبول العمل وقبول الشخص طبعا جاء في الحديث ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل ان يحبه فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء فان الله يحب فلان فاحبه ثم يوضع له القبول في الارض هو نفسه بقى عبد مقبول بس اديكم مثالين يعني ايه عبد مقبول يعني ايه عبد معدي من البلد كده عده خلاص عده خلصت تعارفين حاطب ابن ابي بلتعة حاطب ابن ابي بلتعة قصة حلوة رجل شهد بدرا حلو قبل غزوة مكة قبل فتح مكة قبل فتح مكة عمل حاجة مش كويسة عمل حاجة غلط جدا جدا ارسل الى اهل مكة كتاب خطاب فيه يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكة والنبي عليه وسلم جاله الوحي اخبره بالموضوع ولحق الجواب قبل ما يوصل لمكة جاب حاطب ابن ابي بلتعة ليه عملت كده ليه عملت كده ازاي تقولهم ان احنا جايين فكان السبب ايه بقى حاطب مش من اهل مكة اصلا حاطب كان عايش في مكة بس هو مش من اهل مكة مش من قريش وكان ولاده اهله واسرته عايشين في مكة فهم عايشين في مكة مالهمش عيلة مالهمش ظهر مالهمش سند مالهمش حد فهو خاف لو المسلمين دخلوا مكة لو المسلمين دخلوا مكة كل واحد من الناس الجيش الاسلامي ده ليه ظهر في مكة فما حدش هيقدر يعتدي على أسرته لكن هو حاطب قال ممكن يموته أسرتي لان انا ماليش حد فانا حعمل لهم اكتب لهم كده ايه كاني يعني ايه قلت حاجة عشان لو حصل في الامور أمور يفتكروا هالي فما يقتلوش أسرتي هو دماغه جابته كده يعني طبعا اللي عمله كبيرة من الكبار مصيبة كبيرة فأولا للنبي عليه السلام كده قال رسول الله هو دا اللي أنا عملته والله ما فعلت ذلك كفرا ولا نفاقا ولا ردة عن الإسلام فقال النبي عليه السلام صدقت وفعلا شهد له أنه صدق شهد له أنه صدق قال له أنا عارف أن أنت صادق في إيمانك وعارف أن أنت عملته وأنت ما كذبتش عليه لكن عمر رضي الله عنه قام فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر يا عمر إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على أهل بدر ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا معنى إن العبد نفسه قبل العبد نفسه قبل أي حد كان في بدر خلاص اليوم ده عبد مقبول احنا مش هنتكلم بها دلوقتي في تفاصيل أعماله خلاص العبد ده عدة هذا عبد مقبول وسيستمر مقبولا عندي إلى أن يلقاني إيه العمل اللي أقدر أعمله يا رب علشان أخذ الميزة دي أكيد لازم أعمل حاجة كبيرة حاجة مميزة لأقول لكم مثال تاني أنت بتحب القصص وأنا بحب القصص برضو عثمان رضي الله عنه في يوم أخذ الكارت ده كارت القبول كان النبي عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر وكان بيجهز جيش والجيش كان مصاريفه كتير ومحدش قادر على المصاريف ديت فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة من يجهز جيش العسرة وله الجنة فقام عثمان وقال علي مئة ناقة مئة ناقة بأقتابها وأحلاسها يعني بيلا عليها مئة ناقة جماعة تساوي كم دلوقتي مئة ناقة دلوقتي تساوي على الأقل 3 مليون جنيه على الأقل 3 مليون جنيه ودي مش ناقة اللي بتتاكل كده لا دي بسافر يعني أغلى وبيلا عليها بالأكل بالشرب بالأسلحة يعني نتكلم في 5 مليون جنيه كده طلع كده أول طلع منه 5 مليون جنيه تبرع للجيش فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسه برضو موضوع مزنق شوية قال من يجهز جيش العسر ولا الجنة فقام عثمان وقال علي مئتي ناقة مئتي ناقة بأقتابها وأحلاسها يعني بيلا عليها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسر ولا الجنة فقام عثمان وقال علي ثلاث مئة ناقة بأقتابها وأحلاسها يعني راجل وهو قاعد كده طلع على الأقل على الأقل 10-15 مليون جنيه 10-15 مليون جنيه صدقة لجيش العسر فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ونزل من على المنبر وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خد بالك كلمة بعد اليوم إذن قبل اليوم ده كان غير بعد اليوم ده بعد اليوم ده عثمان صار عبد مقبول بذاته خلص خلصت قصته اليوم ده خلص هذا عبد سيكون موفق إلى الأبد سيرق الله على خير طيب إذا إحنا عندنا درجتين عمل يقبل وعامل يقبل أنا بقى عايز أطلع من درجة قبول العمل إلى قبول الإيه؟ إلى قبول العامل نفسه يا طرق إيه العمل اللي تقدروا تعملوه؟ وإيه البذل اللي قدر أبزله؟ إننا يحصل في يوم من الأيام يتكتب إننا عبد مقبول عند ربنا أكيد الموضوع محتاج مجهود وأنا أعرفش ممكن حاجة بسيطة ربنا قبلها وتتقابل بيها أنت وممكن تحتاج مجهود كبير عشان توصل للدرجة دي